وجه الكاردنال لويس روفايل ساكو كلمة إلى المسيحين الشرقيين الكاتوليك دعاهم لأن يدركوا أنهم في الكنيسة الشركة في جسد المسيحي عليهم الالتزام بقوانينها وتعليماتها كما يتعين على المؤمنين بالمعلم رجالا ونساء أن يعيش تعليمه في واقع حياتهم ويشهد له بسلوكهم اليومي من خلال الإصغاء إلى نداءات الله الأب المحب وتجسيد دعوات المسيح لتعزيز الأخوة الشاملة والمحبة غير المشروطة والتضامن والعمل لبناء بيئة مناسبة ليعيش فيها الجميع بحرية وكرامة وسلام واستقرار وأضاف غبطته في رسالته على كل مؤمن كليركيا كان أو مكرسا أو مؤمنا أن يعي معاني رسالة المسيح برؤية واضحة وأن يتصرف بفكره وقلبه وعلى الأسقف كذلك أن يتمسك بعلاقاته الطيبة مع رئاسته ومع الأسقفة أخوته وكهنته والمؤمنين الموكلين إلى خدمته وختم الكاردينال ساكو مشددا على أهمية التنشئة المسيحية الصحيحة في المعاهد الكهنوتية وأديرة الراهبات والرهبان وفي العائلة أثناء فترة إعداد المخطوبين وأيضا في المعاهد التثقيفية ودورات تنشئة معلمي التعليم المسيحي